بتمسك التيار الصدري بالأغلبية يستمر الانسداد بالسيطرة على الواقع السياسي مبادرة الإطار التنسيقي بدورها سعت من أجل الحفاظ على نسيج الشراكة الوطنية لكن التفرد بالقرار ونرجسية قيادة السلطة أفقدت الخيارات التوافقية في البلاد هو رفض للتوافق وإعادة كرة المصالحة مجددة هكذا يصرح التيار الصدري مع كل مبادرة يدعو بها الإطار التنسيقي الكتل السياسية جميعا إلى تعزيز الشراكة في القرار للذهب باتجاه تشكيل حكومة قادمة والخروج من العثرة السياسية الصليبة التيار الصدري لا زال متمسكا بخيار الأغلبية رغم صعوبة تحقيقها والإطار الآخر لا بدل لديه غير التوافق بتقدير الشخص ما يصدر إعلاميا عن مكتب السيد الصدر أو عن مكتب الطار التنسيقي لا يمثل الوجه الحقيقي المفاوضات الجارية ما بين الطرفين تارة السياسية وحتى العلاقة ما بين اطار التنسيق وما بين التيار الصدري وبين الأخر كرد سوف نختلف اختلفا كليا نحن أمام مرحلة جديدة أمام تفاهمات جديدة جدا أعتقد سوف نشهد عكاسات ونشهد تفاوضات ممكن أن تذهب بنا بعيدا عن الانسداد السياسي الصف الشيعي السياسي هو سلسلة إذا تزاوجت حلقتها تسير العملية السياسية بطروقها من دون أي قيود تشتت الاتفاق على الصيغة التي تشكل على أساسها الحكومة القادمة أما انفرادها وعزلها فيكون صانعا لفجوات تعقد مشهد الواقع السياسي فالتوافقية وحدها الكفيلة بإصلاح خلاف الإطار التنسيق والكتلة الصدرية بمقاساتها المتعددة بنظر مراقبين لا توجد إرادة سياسية حقيقية لحلحلة الأمور والخلافات ما بين الكتلة السياسية بعد تمسك كل كتلة سياسية بمشروعها السياسي ما بين الأغلبية وما بين التوافقية وكل الكتلتين الآن إذا لم يحدث توافق ما بينهما يعجز أن يحقق هذا المشروع السياسي لا قرار نهائيا يعتمدته الأطراف السياسية في قضية التحالفات ويعطاء العهود بل إن سائد في واقع الخصام السياسي وتحديدا بين جبهة الإطار والتيار وكيفية إدارة توزيع الاستحقاقات الحكومية بسلم يكون متساوية الحوار هو المعزز الأكثر فاعلية في معالجة النزاع الرائجي على الساحة السياسية مهما كانت مبرراته الداعية إلى التقاطع أحمد ليث بغداد الرابعة